جهود عربية ودولية متواصلة لوضع خارطة طريق جديد بشأن فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة بالتوازي مع جهود أمريكية لوضع حل مستدام لمستقبل القطاع حيث يواصل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماغيرج زيارته للمنطقة التي تشمل مصر وقطر والغرض من ذلك مناقشة مستقبل الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومسار السلام في المنطقة وبالعودة للخطة العربية التي تقودها خمس دول عربية فإنها تقترح وفق وولستريت جورنل تدريب قوات الأمن الفلسطينية بالإضافة إلى المساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية وتنظيم الانتخابات في مرحلة لاحقة وتبقى النقطة المهمة في الطرح العربي هي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة لكن هذه الجزئية تقابل برفض صارم من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وكانت سكاينيوز عربية حصلت على مساودة اقتراح بشأن مستقبل غزة نص على أن يكون هناك تواصل بين إسرائيل وأطراف عربية لاستلام السلطة الفلسطينية إدارة غزة ما بعد الحرب والسبعاد حماس أو أي تنظيمات مسلحة تعرض حل الدولتين ويضاف إلى ذلك أن دول عربية من بينها السعودية تبدي استعدادها لإقامة علاقات مع إسرائيل والمشاركة في أعمار غزة شريطة وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية وتشير المقترحات إلى أن جمع كل الأسلحة بما فيها الثقيلة من قطاع غزة وإطلافها على أن تعمل واشنطن على وجود قوات عربية ودولية بين غزة وإسرائيل وبين غزة وحدود مصر ورغم هذه المستجدات تنقل صحيفة وولستريت جورنال عن مسؤولين عرب قولهم إنهم ما زالوا يعملون على الخطة ويأملون الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة